موسيقى موسيقى تهاية موسيقى 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 وقدم الآخرين وقدم نفسي وقدم الآخرين إبا إزاي أسأل حد عن اسمه ما اسمك وإزاي أقدم نفسي أو أنا اسم كذا أو هذا صديقي أو هذه صديقتي إبا إزاي أعرف نفسي أو أعرف إيه الآخر أول حاجة معايا هي معناها تقديم النفس إزاي أقدم نفسي إزاي أولا أسأل عن الاسم هقوله واحد اسمك إيه بالألماني في هايسنزي في هايسنزي في هايسنزي يعني ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك لما لقي كلمة زي بتسوي في العربي عندي حضرتك في هايسنزي ما اسم حضرتك في هايسنزي ما اسم حضرتك واضح من السؤال بالعربي حتى إنها صيغة احترام بنسميها صيغة الاحترام لو حد أكبر منه في السن لو بتكلم مع مديري مثلا أو أستاذي حد أكبر منه بقوله ما اسم حضرتك في هاي سنزي بعد كده في هاي ستدو في هاي ستدو يعني ما اسمك بتكلم مع صديقي مع حد قد في السن في هاي ستدو لو لقيت كلمة دو فقط بمعنى أنها ايه؟ ما اسمك ما اسمك بنا عندي سؤالين أو صغطين للسؤال ده في هاي سنزي ما اسم حضرتك وقلنا لو لقيت كلمة زي بتقابلها في العرب ايه؟ حضرتك في هاي سنزي ما اسم حضرتك أو في هاي ستدو في هاي ستدو ما اسمك سألت واحد قلت له في هاي سنزي أو في هاي ستدو ما اسمك أو ما اسم حضرتك المفروض يجاوب ايه؟ إيش هاي ستيمو اسمي تيمو أو أسمى تيمو ايش هيس تيمو اسمي تيمو بيعرفني باسمه بقولك اسمك ايه بتقول لي اسمي كذا ايش هيس تيمو اسمي تيمو في صيغة تانية نتعرف عليها معناها من تكون حضرتك وزي ما اتفقنا لما لقي كلمة زي يبقى بيقابلها في العرب باي حضرتك مين حضرتك يعني مين حضرتك او في سؤال كلمة دو يقابلها في العربي انت يبقى معناها ان هي ايه الصيغة العادية بنقول عليها صيغة عادية باندي صغتين في زي مين حضرتك من تكون حضرتك يبقى انا برضو عاوز اعرف اسمه او في بست دو من تكون انت اجاوب على السؤال ده ازاي بقول ببساطة جدا اسمي هوبر او انا هوبر بقول لك من تكون قال انا هوبر بسأل صديقي او واحد واقف معاك انت مين من تكون برد بالالماني بقول ايه بن هوبا انا هوبا ايه بن هوبا ناخد صيغة تالتة لازاي اسأل عن اسمي بي است ايا نامي بي است ايا نامي بتسوي في الانجليش الصيغة العادية بي است داين نامي معناها ما اسمك يبقى عندي صيغة بتقول حضرتك ليالي احترام بي است ايا نامي ما اسم حضرتك او في است داين نامي ما اسمك لما اسأل بقول بي است ايا نامي او في است داين نامي ما اسم حضرتك او ما اسمك بجاوب بقول ماي نامي است شنايدا اسمي شنايدا ماي نامي است شنايدا زاي في الانجليش بالزب ماي نامي است شنايدا اسمي شنايدا في است ايا نامي ما اسم حضرتك ماي نامي است شنايدا معناها تقديم الآخرين الدرس اللي فات تعرفنا إزاي أقدم نفسي إزاي أسأل عن الإسم ما إسمك وإزاي أعرف نفسي إسمي كذا النهاردة هنتعرف كيفية تقديم الآخرين إزاي أسأل قدامي وأقول من هذا لو أنا وايف مع مجموعة وفي حد شخص ما وايف قدامي ومش عارف اسمه أو مش عارفه بقول من هذا أو من هذه بالألماني معناها إيه من هذا لو واحد طبعا مذكر من هذه لو مؤنس من هذا من هذا في شخص قدامي مش عارفه فبسأل عليه مين ده بالعامية بتاعتنا من هذا يعني هذا زميلي روبرتو زميلي روبرتو وايف مع مجموعة وبتعرف على حد بقول من ده بقول ده زميلي روبرتو بقدمه لي ده زميلي روبرتو قلنا من هذا معناها من هذه أجاوب أقول ده زميلي روبرتو هذه السيدة ميكل كما واضح بالصورة طفلة بتقول مش عارفة معناها إيخ وايس إس نيشت إيخ وايس إس نيشت معناها لا أعرف لا أعرف سوي I don't know بالإنجليش Wer ist das من هذا إيخ وايس إس نيشت إيخ وايس إس نيشت لا أعرف مش عارف دلوقتي معنا تمرين على الدرس نشوف مع بعضه ونفتكر إيه اللي تعلمنا مع بعض في الدرس ستس درس قشتجة وط أين استخدم الكلمة الصحيحة جوت انتاج تعرفنا عليها في الدرس اللي فات بعنوان نهارك سعيد mein نقط است ماركوس بعرف نفسي بقى بقدم نفسي قلت إيه هايست ولا نام است هالو طبيعي جدا بقول mein نام mein نام است ماركوس اسمي ماركوس mein نام است ماركوس رقم اثنين جوت انتاج ها نهارك سعيد يا سيد نقط كأنني نسيت الاسم مش فاكر الاسم معناها معزرة معناها معزرة في نقط زي في نقط زي هلأ أقول في هايزي في فيلكومن زي في هايسن زي في بست زي تعرفت على التعبير ده اللي هو في هايسن زي ما اسم حضرتك بقول له نهارك سعيد يا سيد كذا آسف اسم حضرتك نسيت الاسم انتشولدونك معزرة لو سمحت في هايسن زي ما اسم حضرتك في هايسن زي رقم ثلاثة اه يا جوت ان تاج اه يا جوت ان تاج يا ماركوس نهارك سعيد سيد ماركوس إيش كذا مارتينا إيش زينت إيش آبنت إيش وايس إيش بني مارتينا أنا أكون مارتينا إيش بني مارتينا أنا أكون مارتينا بعرف نفسي رقم أربع إيش هايسي مولا إسمي مولا وأنت إيش مين فريد وانا صديقي وانا وأنت داس إيش مين فريد وانا بن إيش مين فريد وانا هاتسلش إيش مين فريد وانا ولا مواجن تعرف تعالى إزاي أدم شخص ما إزاي أدم الآخرة أول إي هذا يكون داس إيش داس إيش مين فريد وانا أنا إسمي مولا إيش هايسي مولا واندس إيش مين فريد وانا يعني وهذا صديقي مولا بأدم نفسي وبعدين أقدم صديقي رقم خمسة فيا نقاط زي فيا نقاط زي است بن هايسن زند من تكون من تكون حضرتك بقول إيه فيا زند زي فيا زند زي من تكون حضرتك إنت مين حضرتك مين لو سمع فيا زند زي بسأل عن الإسم رقم ستة فيا است داس يعني إيبا فيا است داس من هذا فيا است داس إيش نقاط إيس نيشت إيش زند هيس نام وايس تعبير اللي أنا تعرفت عليه لا أعرف لا أعلم مش عارف إيش وايس إيش لا أعرف ده اللي احنا تعلمناه في الدرس بتاعنا اللي انا تعلمته في الدرس رقم واحد نخدم نعم في غاجن يعني ازاي يسأل عن الاسم يعني تقديم النفس ازاي يسأل حد عن اسمه وازاي يقدم نفسه اول تعبيره تعلمناه اول صيغة سؤال قلنا الاحترام ما اسم حضرتك طب اجاوب عليها ازاي كده انا سألت عن الاسم اجاوب اقول الاجابة بتبقى واحدة بالنسبة للسؤالين ما اسم حضرتك او اقول اش حيس تيمو اسمي تيمو الصغر رقم اتنين من تكون حضرتك من تكون اجاوب اقول انا اكون اندرياس رقم ثلاثة والاخيرة في است ايه نامي في است ايه نامي ما اسم حضرتك او في است داي نامي ما اسمك واجاوب عليها اقول ماي نامي است ماكس يبقى تعرفت على ثلاث صيغة مختلفة للسؤال عن الاسم وكل صيغة لها اجابة معينة يبقى كده عرفت ازاي اسأل عن الاسم وازاي اجاوب وقدم نفسي بالنسبة لتقديم النفس الجزء التاني اللي تعلمت في الدرس ده اندري فواش تيلن تقديم الاخرين ازاي اول حاجة اسأل عن تقديم الاخرين لو بسأل لحد وايه فمش عارفه معنى من هذا او هذه لو واحد مثلا هذا مارتن هذا مارتن لو واحدة مثلا هذا لاغة هذه لاغة طب لو مش عارف اقول ايه لا اعرف يبقى من هذا او من هذه لو واحد اقول هذا معنى هذا يكون هذا مارتن دس استلاغة هذه لارا او اقول ايه وايس اس نيشت يعني لا اعرف لا اعرف دس فاس فير افولج وكذا نكون وصلنا لهاتي الدرس بتاعنا على امل لقاء في مرات اخرى تشوز باي باي